بنسمع كتير ما قولت الشباب شباب القلب واللي قلبه شاب مهما كبر حتى لو عنده 80 سنة ما بيبانش على السن هو ده بقى موضوع حلقتنا ومعانا كل الأبراج من الـ 12 للمركز الأول كل حد كالعادة هتوقع برجو هيجي في المركز الكام وحد واو أسكى شوية يقول لنا هتوقع المركز الأول هيكون مين ويكتب في التعليقات لأننا مدمن على قراءة تعليقاتكم ويلا بينا أهلا بأجمل ناس في الدنيا برحب بكم سريعا وليت الجدي عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه ولما اشتركش طبعا يشترك عشان إشعاراتنا توصلوا أول بأول كده وهقول حاجة سريعا طبعا الفترة الأخيرة وأنا نوهت ولكن لازم أنوه في كل المواقع التابعة لنا كان في نوع من أنواع محاولة الاختراق الحسابات على الفيسبوك والإنستجرام الحسابات بتاعتنا لذلك لذلك إحنا تواصلنا مع مباحث الإنترنت وتم السيطرة على الموضوع ولكن أنا بعتذر لو كان في أي رد غير لائق أي تجاوز أي خطأ عبر الدردشة حصل أنا بعتذر عنه إحنا سيطرنا على الأمور تماما وتم تغيير طاقم العمل بالكامل لأنه زي ما قلت دا يعطبر تأثير منهم وميلومشة لنفسهم فأنا بعتذر ولكن الأمور حاليا تحت السيطرة ما تقلقوش يعني وتعالوا بقى نبتدي كده وندخل في حلقتنا في المركز الاثناشر حد توقع برج الطور الواقعية حضرة ووضحة أوي في شخصية برج الطور وتحمل المسئولية منذ الصغر رجل أو أنسة لتنين على حد السواء لذلك هو من الأبراج اللي ممكن تشيل الهم اللي ممكن تحمل الهم اللي ممكن كمان تشيل الألام وتكبت جواها فعشان كده بيبقى صعبة وبالعكس أبراج الطور هي أكتر الأبراج اللي أنت ممكن تقوله أنت سنك أو طريقتك أو فلسفتك سابق سنك أو تفكيرك سابق سنك دايما لا هو أصلا عنده ميل أنه ينضج وينضج بزيادة دي فلسفته اتفقنا أم اختلفنا معه في المركز اللي 11 هللاقي أيضا رجل طرابي آخر أو امرأة برج الجدي الطرابي في المركز اللي 11 الواقعية وتحمل المسئولية واضحين جدا في شخصية البرج ده عشان كده تلاقيهم برضو بيشيلوا الهمة أوي أوي وبيعملوا حساب للجاي وبيعملوا حساب لبكرة والألام بتتراكم عندهم وصعب أنهم ما يطنشوا الطروي الجدي ما يعرفوش يطنشوا ويدقاوا أوي حتى لو فيمتوا ثانية لو حاجة قد كده أنا على مركز كمان وقلبي لا تحزن مش أحسن حال أوي منهم ولكن خلوني دايما نقول لياريت لو شايفين حلقة عجبتكم لوس لا يكون تشير أصدقائنا اللي بيسألوا عن عدم وصول الإشعارات العزراء مش هيسيب إخواته الطرابيين أبدا في حلقة النهاردة وهيقولهم والنبي ما تسيبوني خدوني معاكم الفلسفة واضحة التحمل المسئولية والواقعية الصرفة عند العزراء رجل أو أنسة هتخلي الثلاث أبراج الطرابية العائلة الطرابية خارج نطاق الخدمة أو خارج عفوا نطاق الحلقة مش الخدمة خارج نطاق حلقة النهاردة بما تحمله الكلمة من معنى يزاحمهم في المجموعة السرطان المائي أيضا السرطان من الأبراج الشيالة للهام ومن الأبراج اللي ممكن تعمل من الحبة أبا ومن الأبراج اللي ما تعرفش يتعدي وتطنش عكس الدال وكده أبو بر رايق اللي دماغه فوق السحاب إذن الأربعة دول هم أكتر أربع أبراج بعيدين عن موضوع حلقتنا وهنبدأ بقى ندخل في منطقة وسطة وتوقعوا معايا كده من البرج اللي هيكون معنا في المركز الثامن حد توقع حد كتب العقرب الماء في منطقة وسطة لا هو تحت أوي ولا هو في رباع خط النار في حلقة النهاردة الموضوع عنده معتدل وإن مال هيميل للأبراج اللي سبقته يعني الأبراج اللي إحنا ذكرنا بقى نلمس موضوع حلقتنا بقى مع بورج الحوت الماء اللي بيجي في المركز السابع بورج الحوت بيجي معنا في المركز السابع ولكن برضو أبراج الحوت يعني الحاجة الصغيرة ما بتعرفش تعديها صعب إن هي تنساها وبرضو التفكير في الماضي والحاضر والمستقبل عملية التطنيش عندهم ما هياش سهلة ولكن بقى من أول المركز السادس دخلنا في موضوع حلقتنا غصنا في موضوع حلقتنا الميزان بورج الميزان الهوائي بيجي في المركز السادس آمل أبراج اللي إحنا نقدر نقول عليها قلبها شاب ومهما كبرت كده تلاقيها مش عايشة سنها الكبير لا راجع الوراء كده عشر عشرين تلاتين أربيعين سنة وراء على حسبه وعمره قد إيه دلوقتي وأبراج تحب الحياة بطبعها أبراج تحب الحياة وطلفز دائما الألام والوجع والمشاكل وتبحث عن الرواء ولكن في المركز الخامس في برج أشد من برج الميزان أكيد الدلو الرائع لازم يحجز لنفسه مكان قوي جدا في حالة النهاردة وبيجي يعتبر في أبراج القمة وفي مركز مميز وهو من الأبراج أيضا الرجل أو أنسة الفرفوشة النعنوشة الشابة دايما مهما كبرت والشباب شباب القلب بنقولها أوي مع برج الدلو وإحنا مستريحين ومهما لو عمره 95 سنة تخيلوا لو وصل 95 سنة تحس أنه عايش في دور الشباب وبيتعامل مع صديق الشباب الدلو عمتا رجال ونساء الدلو تحس أنهم يصلحوا لهذا اللقب أصدقاء الشباب الأبراج دي دلوقتي بقى موعدنا مع رباع خط النار أقوى أربع أبراج في الموضوع ده مين يتوقع المركز الأول ويكتب يلا بينا على المركز الرابع قبيب الحمل الناري أول برج معانا في رباع خط النار النهاردة بييجي في المركز الرابع اكبر مهما تكبر وحسس أنت برج الحمل أنه هو كبر أو أنه هو عجز من جوا بيحب الحياة والشباب قوي قلبه أخضر قوي وبيحب الحياة قوي وقلبه مفتوح للناس كلها بالذات رجل الحمل تحس أنه قلبه مفتوح للدنيا كلها ما عندوش أي مشكلة وفي المركز التالت رجل الأسد نفس الفلسفة أو برج الأسد مش رجل الأسد يعني رجل الأسد والبرينسس على حد السواق ورجل الأسد برضو قلبه مفتوح للناس كلها ما بيقولش لا يعني قلبه فندق ما شاء الله ويعايش سنه وعايش شبابه وقلبه شبابه ويحب الحياة ومهما كبر إحنا ما عجزناش وما ينفعش أن أنت تقول علينا أبدا أن إحنا عجزنا ورجال الحمل ورجال الأسد بقول وهقول دايما رجال قلبها مفتوح للدنيا كلها ومحدش مخه يروح لبعيد عشان أعرف تفكيركم يعني برج الحمل وبرج الأسد خلاص مركز رابع وتالت على التوالي وهي صراحة أبراج مهما كبرت أبراج شابة وقلبها شاب جدا ومن أميز 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 ما يميز البرجين دول هو النقطة دي إنما في المركز التاني هناك برج أقوى وأشد وأحلى وأحسن في الموضوع ده ألا وهو برج الجوزاء لازم طبعا ييجي في رباع خط النار وإلا يبقى فيه حاجة غلط في حلقة النهاردة من أقوى وأعلى وأفضل الأبراج في الموضوع ده ومهما كبر لو وصل 100 سنة قلبه شبابي من جوه وقلبه بيتنطط كده الجوزاء تحس إن دايما قلبه بيتنطط وبيتشألب ومش هو بس يعني من بره اللي بيتنطط قلبه كمان دائما أخضر وأحمر وزرق وبنفسيجي وتركوز كل الألوان اللي هي ولبني كل الألوان اللي حلوة تلاقيها موجودة في قلب الجوزاء ومتجدد ومنطلق ويحب الحياة ويكره الروتين ويحب الشباب ويحب الحركة وهو برج حيوي حيوي بشكل كبير قوي بيشترك مع أبراج القمة في النقطة دي وقلبه شبابي قوي بينما متصدر الترتيب في حلقة النهاردة هو برج القوس الناري أكتر برج ممكن أنت تتقابله في حياتك الشباب شبابي القلب يا صديقي يا صحبي شبابي قوي وعشان كده بنقول إحنا إن برج القوس ده محبوب الشعب رجل أو امرأة ما حدش يقدر يتعامل مع برج القوس ده من غير ما يحبه ويحب طريقته ويحب برقته ويحب تلقائيته ويحب حبه للحياة ويحب جماله ويحب شبابه ويحب اجتماعيته إن هو بيحب الكل ويضحك مع الكل وصوت ده حكيته العالي المميز كل ده وحاجات كتيرة قوي لو قلتها أكيد هتوجع دماغكم هتخلي القوس رجل أو شعنونة أنسة بنوتا في المركز الأول القوس بيتصدر كل الأبراج في حلقة النهاردة عشان ييجي أكتر برج قلبه شاب مهما كبر في الأبراج كلها كالعادة بستنى أراءكم لأن أنا بفرز التعليقات كلها تعليق تعليق ويبقول اللي بيسعل إزاي توصل معا لإنستجرام الفيس بوك قنوتنا التانية للفتفضة كل الرابط اللي انت محتاج تعرفها عننا هتلاقيها في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب وعا الفيس بوك ينزل على التعليقات ومناش أي صفحات غير محمد أبوزيد يعني انت لو بتشوف حلقاتي عند حد مش غير محمد أبوزيد عرف أنه كدبه وعتصق فيه اعمل له بلوك على طول وإبلاغ خليه أخذ جزاءه وهتوحشوني وموعدنا كل يوم الساعة تمانية بتوقيت القاهرة وتصبحوا على خير